بزي مموه برمال الصحراء يظهر لأول مرة جنود قوات النخبة اليمنية أو ما يعرفون بفريق متخصص بالقنص ضمن بنية جديدة للجيش الوطني هي هذه التي تبدو في طور التشكل بقيادة المنطقة العسكرية الخامسة حيث يجري صياغتها ضمن مشروع المؤسسة العسكرية الوطنية الكبير لا ينقص هذه الدفعة أي شيء في الطريق إلى الدفع بها إلى ساحة المعركة لمواجهة مشروع الميليشيا الإنقلابية في جبهة ميدي بمحافظة حجة وهي المحافظة الحدودية بين المملكة العربية السعودية ومحافظة صعدة المعقل الرئيسي لجماعة الحوث المتمردة هنا في ميدي وتحديدا في مقر قيادة المنطقة العسكرية الخامسة اجتازت القوات الناشئة العديد من الاختبارات كما قدمت عروضا ضمن ما اكتسبته من مهارات أفنون قتالية مستخدمة خلال مناورتها معدات عسكرية مختلفة بينما تشهد جبهات القتال منذ إعلان اتفاق وقت إطلاق النار هدوءا حذر تزامن مع المشاورات السياسية التي تجرى في الكويت بإشراف من الأمم المتحدة